ومشاهدين إلى هذا الخبر العاجل حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبوني رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى الزاكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية أقد عرض المهندس محمد يحيى زكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة كذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكة الحديد ومجمعات التكرير والبترو كيمويات وتصنيع الأطارات والسيارات إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء التي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة تساهم في توفير فرص عمل وتفتح آفاق استثمارية جديدة كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات الصياق جهود توطين مشروعات الحيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية فضلا عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة أقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة كذلك تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بموانئ العين السخنة والعريش وغارب بورسعيد خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصف البحرية فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر